السلام عليكم يعطيكم العافية عاشر رح نبدأ اليوم بالفصل الثاني من الوحدة الاولى الاثار السلبية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات رح نبدأ بالقسم الاول ادمان الانترنت عزيز الطالب يتوقع منك في نهاية هذا الدرس ان تعرف مفهوم ادمان الانترنت ان تذكر مؤشرات الادمان على الانترنت واثاره ان تدرك الاسباب التي تؤدي الى ادمان الانترنت وان تعي طرق علاج ادمان الانترنت بسم الله نبدأ لاستخدام الانترنت يا عاشر جانبان جانب ايجابي وجانب سلبي الجانب الايجابي هو اجراء الكثير من المعاملات التجارية والبنكية والبحوث العلمية والتواصل مع الاخرين اما عن الجانب السلبي مثل عمليات التزوير والاهتيال مما يؤدي بالفرد الى ادمان الانترنت فكر معي يا عاشر ماذا تعني كلمة ادمان بشكل عام؟ بانه هو عبارة عن سلوك يقوم فيه الفرد بتكرار فعل معين بغض النظر عن العواقب الضارة بصحة الفرد او حالاته العقلية او حياته الاجتماعية مفهوم ادمان الانترنت ادمان الانترنت لاحظ الصورة هو الاستخدام المكثف لوقت غير محدد لشبكة الانترنت وتطبيقاتها المختلفة دون هدف معين او غرض محدد مثل استخدام غرف المحادثة وشبكات التواصل الاجتماعي والالعاب دعونا نتكلم الان عن مؤشرات الادمان على الانترنت واثاره كيف تعرف ان شخصا ما هو مدمن انترنت ما نطلق عليه مصطلح مؤشرات الادمان على الانترنت اولا الاستخدام المفرط لالعاب الانترنت ثانيا الانشغال اثناء استخدام الانترنت وعدم التركيز ثالثا كتابة الرسائل الالكترونية بكثرة ننتقل الان الى اثار ادمان الحاسوب والانترنت اولا عدم الاحساس بالوقت وبذلك اهمال الحاجات الاساسية من طعام ونوم وغيرها ثانيا الاحساس بالغضب والقلق والاكتئاب عند فقدان الاتصال بالانترنت ثالثا السعي المبالغ فيه للحصول على معدات واجهزة حاسوب احدث وبرامج جديدة رابعا التأثير السلبي على الشخص مثل يتحول الى شخص كاذب وضعيف الانجازات ومعزول اجتماعيا حيث اصبح الفرد اكثر ميلا الى العلاقات على الانترنت اما النقطة الخامسة والاخيرة هي الاحساس الدائم بالتعب والارهاق عزيزي الطالب حاول ان تقرأ النشاط واحد واحد صفحة 23 وهذا النشاط يتعلق بموضوع مدى تأثير الانترنت على طلبة المدارس يا حبدة يا عاشر انكم تحاولوا انكم تدرسوا هذا الموضوع عشان يتنقش فيه بحصة الزوم بكرة دعونا ننتقل الان الى الاسباب التي تؤدي الى ادمان الانترنت اتفقت الدراسات العلمية على ان الافراد دوق المشكلات النفسية والاجتماعية هم الفئة الاكثر تفضيلا لاستخدام التفاعل عبر الانترنت حيث انه يمارس الفرد نشاطاته دون الكشف عن هويته وشخصيته ننتقل الى الاسباب التي تؤدي الى ادمان الانترنت اولا القلق والخجل ثانيا الاحتياجات النفسية التي اهملت خلال مراحل نمو الفرد ثالثا عدم تقبل الاخرين لهذا الفرد ورابعا الدور الذي تؤديه الالعاب الالكترونية بديلا للعلاقات الاجتماعية في الواقع هل يدفع بعض الاهل ابنائهم الى ادمان الانترنت معقول يعني معقول اهلك هم اللي بيخلوك تصير مدمن انترنت خلينا نفكر شو رأيكم نترك هاي القضية للنقاش غدا تمام طرق علاج ادمان الانترنت يستخدم الانترنت في كثير من الاعمال لذلك لا يعد الامتناع عن استخدام الانترنت كليا بالقبر الناجح يعني احنا منحتاجه اوكي ممكن ننقطع عن الاشياء الكمالية في استخدام الانترنت لكن هو اشي اساسي في عملنا تمام من طرق علاج ادمان الانترنت اولا ممارسة نشاط مغير اي نشاط يمنع الاستمرار في استخدام الانترنت ثانيا تحديد وقت لاستخدام الانترنت يمكن الاستعانة بمنبخ خارجي مثلا ثالثا تحديد الهدف للاستخدام الانترنت يعني انا ليه بدي استخدم الانترنت بدي استخدمه لهدف معين اذا ما في هدف ما في داعي اضلني على التليفون او على الكمبيوتر استخدم الانترنت رابعا استخدام بطاقة التذكير وهي قائمة بخمس مشكلات تؤدي الى ادمان الانترنت يقابلها خمس فوائد تتحفظ اذا قلل الاستخدام توضع في مكان بارز امام المستخدم مثلا امام مكتبك وبذلك انت بتصير كل ما تطلع عليها تتذكر انا شو بدي من الانترنت هلأ حلوة هاي البطاقة هاي هذا النشاط انك تطبقه تصميم بطاقة التذكير بتوقع انك انت فهمت الفكرة حاول انك تنفذ النشاط رقم 1-2 بالكتاب وصمم بطاقة التذكير مناسبة لو سمحت تسعى بعض الضول الى ايجاد حلول جماعية لمدمني الانترنت يعني هذا الاشي بصير على المستوى الدولي انهم بحاولوا يعالجوا ادمان الانترنت مثل الصين تعمل على تأهيل مدمني الانترنت من خلال اخضاعهم لتدريبات عسكرية قاسية ومكثفة يا حب ذا لو يصير عندنا زي هيك بالاردن اما الولايات المتحدة الامريكية يبعد مدمنون الانترنت عن التكنولوجيا بقضاء اسبوع مع الاسرة في الصحراء كتير من السياح بيجوا على الاردن على وادي رام بياخدوا من ولادهم التابز وبينقطعوا عن التواصل عن الدنيا كلها الصحراء اصلا ما فيها نتورك ما فيها واي فاي ما فيها جي اس ام فهم بينفصلوا بيقعدوا اسبوع مثلا في وادي رام بينقطعوا فيها عن الدنيا بيصفوا فيها دهنهم كوريا الجنوبية تجبر الحكومة مدمني الانترنت على العلاج في المستشفيات وتمول ما يقارب مئة مستشفى لعلاج المدمنين تقضية للنقاش فكر في الحالة المجاورة وعرض ما تتوصل اليه على زملائك في حصة الزوم المقبلة قضية للنقاش صفحة 25 بتمنى منك انك تقرأها لحتى نتناقش فيها الحصة الجاي لهون منكون خلصنا الجزء المخصص لليوم بتمنى انكم تحضروا هذا الفيديو باكثر من مرة لحتى ما تشوفوا اذا عندكم اي مشكلة نتلاقى في حصة الزوم المرة الجاي يعطيكم العافية عاشر ترجمة نانسي قنقر